بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معكم محمد الطناني وأهلا بكم مرة تانية في كورس الفورتي جيت طيب احنا كنا خلصنا كده يعتبر كده خلصنا الشابتر 1 اللي هو الانيتشيل كونفجريشن تعرفنا على شوية بيزيكس كده وازاي نعرف الفرق بين الاثنين مودز أوف اوتريشن وعرفنا الديفولت وكونفجريشن اللي هو اول ما بنجيب بوكس جديد بيبقى ايه الديفولت وكونفجريشن بتاعته سواء الاي بي او اليوزر نيم او الباسورد وعرفنا ازاي نوصل على بورت المانجمينت او لو ما كانش فيه بورت المانجمينت نوصل على بورت 1 وعرفنا ازاي نعمل ادمينستريتور جديد وادمينستريتور بروفايل وعرفنا الباكب والرستور والريفيجن طيب حلونا باكة نبدأ في شابتر 2 اللي هو في البداية كده هي دي غالبا اكتر حاجة هتشتغل عليها في الشغل العامل ليه بقى لان هي دي اللي بتبدأ تعمل جاي منين ورايح فين وبيتكلم على بورت كام او سيرفسز ايه والوقت ايه وعلى اساس الفلتر اللي هي عملته ده او الماتشينج ده تبدأ تحدد بقى انت هتكس هتأكسبت الترافيج ده ولا هتعمل له دي ناي طيب ايه اصلا الحاجات اللي بتتعمل في البوليسي تعالنا نمشي عليها واحدة واحدة اول حاجة الانكومنج اند او جونج انترفيس فاحنا لازم بنحدد الاول في البوليسي حاجة اسمها انكومنج انترفيس وحاجة اسمها او جونج انترفيس الترافيج جاي منين ورايح على فين تمام كانترفيس في الاول طيب بعد اما خلاص عرفنا الانترفيس بنبدأ بقى ندخل على حاجة اسمها سورس وديستيناشن السورس والديستيناشن دول بيبقوا عبارة عن اوبجيكتس يعني فيه اوبجيكت في السورس وابجيكت في الديستيناشن الابجيكت ده ممكن يكون اكتر من حاجة ممكن يكون اي بي ادرس او سابنت طبعا ممكن يكون يوزر وهنعرف ازاي نكريت يوزرز بعد كده ممكن يكون حاجة اسمها انترنت سورس نفس الكلام بالنسبة للديستيناشن هي برضو اوبجيكت هي ممكن تكون نفس الحاجة بتاعت السورس معادة اليوزرز يعني اليوزر ماينفعش نحط في الديستيناشن اليوزر بيبقى فيه السورس فقط الديستيناشن بقى اما اي بي ادرس او سابنت او انترنت سورس طيب بيجي بعد كده حاجة اسمها سورسز السورسز دي يعني ان انا مثلا الترافك ده رايح يتكلم على بروتوكول اي او رايح يتكلم على بورت كام يعني مثلا لو حد هيعمل براوزنج فهو بيدخل على البورت رقم 80 او السورسز بيبقى اسمها HTTPS او البروتوكول حد مثلا بيعمل SSH فهيشتغل على البورت 22 وهكذا تمام؟ فهي دي كده السورسزز طيب السكاديول السكاديول ده اللي هو بتقول الماتشنج اللي انا عملته ده لو في الوقت اللي انا محدده ده هيشتغل او البوليسي دي بتاعتي دي هتشتغل عادي خالص وهتعمل اكسيبت او ديناي لكن لو مشي وعمل ماتش لكل الحاجات اللي فاتت وجيه هنا في الاسكاديول لقى الوقت غير اللي موجود دلوقتي فهو خلاص هو مش هيدخل في اكسيبت و ديناي لانه هو اصلا الاسكاديول مختلف فمش هيطبق البوليسي دي تمام طيب اما بنيجي ندخل على الفاير وولد بوليسي بنلاقي فيه شكلها كده بنبدأ نختار بقى نسميها اسم وبعدين ندي انكامنج انترفيس و او جونج انترفيس و سورس و ديستينايشن و نحدد الاسكاديول و السيرفسيز وبعد كده بعد ما يماتش كل الكلام ده نبدأ نديله الاكشن يعمل اكسيبت او ديناي طيب هو انا ليه ممكن اعمل ديناي يعني انا بتعب نفسي وعمل الماتشنج ده كله او الفلتر ده كله وعشان في الاخر اعمل ديناي اه طبعا ممكن فيه كيسز بتخليك تعمل كده يعني انا مثلا دلوقتي عايز افتح كل حاجة بس اعمل ديناي لكريتيريا معينة يعني عايز وقت معين بس اعمل فيه ديناي للحاجة دي او عايز اعمل مثلا يبقى فيه بوليسي فتحة كل الترافيكس وفيه بوليسي تانية بعمل ديناي للبينج مثلا بس او للسيرفسيز معينة يعني هنبدأ نشوف الكلام ده فيه العملية اكتر تمام طيب تعالوا كده بقى نفتح كده الفورتي جيت بتاعتنا دي فورتي جيت مية واحد اف دي مش الفي ام يعني دي فورتي جيت حقيقية هنبدأ نشتغل عليها الفيديو ده ان شاء الله انا عندي دلوقتي فيه عندي بورت اسمه بورت وان او لان وده الاي بي بتاعه تلاتين حداشر عشرين واحد وده انا عامل عنيه انيبل للبينج والاتش تي بي اس والاس اس اتش والاتش تي بي وتشوفنا الكلام ده كله قبل كده والبورت التاني اللي هو وان وان وده اللي واصل عليه خط الاد اس ال عندي وده اللي مخرجني انترنت فهو ده الوان بالنسبة للفورتي جيت ولو جيت على الفورتي جيت هنا دلوقتي هبدأ اعمل اعمل اكسيكيوت اه ياهو دوت كوم هيبدأ يخرج معايا انترنت عادي خالص تمام احنا صحيح هنا الوان لو اه مدي انا وان هنا او مدي اي بي هنا في الوان مانيول اه لازم عشان الفورتي جيت نفسها تخرج انترنت لازم اروح على static route وابدأ اكرييت الstatic route ده بأدية لازم اعمل create new وهبدأ اقوله الترافج لو رايح على السابنة دي او من 0000 سلاش 0000 اللي هي يعني اي حاجة او اي اي بي خرجوا على الانترفيس واختار الوان انترفيس بتاعتي والجيت وي ادي له الجيت وي بتاع الانترفيس تمام يعني لو انا جيت هنا اهو لو عملنا edit لده هتلاقي بيقول لي اي حد جاي يكلم اي حاجة وانت مش عارفها خرجوا على الوان وان و بالجيت وي ده 192 168 واحد واحد الstatic route ده ضروري جدا لازم عشان يخرج اصلا انترنت تمام يعني مثلا خلينا نعمله وهاجي هنا اجرب ping yahoo dot com اللي احنا كنا لسا مجربينها هتلاقيه مش عارف يخرج انترنت هيقعد شوية كده وهيبدأ اا يديك ان هو failure مش عارف يوصل خلينا نعمل له اهو خلاص خلونا بقى كده نعمل له enable بالمرة تانية خلينا نجرب تاني هتلاقيه بدأ يبنج عادي خالص فدلوقتي دي حاجة مهمة جدا عشان احنا ما كناش قلناها في الدرس الفان طيب اا امتى بقى ما ينفعش احط او مش لازم احط static root هنا دي لو انا الانترفيس ده بتاع الوان عندي خليته dhcp ودست اوكي وخلاص هو اسحب من dhcp انا ساعتها بقى مش لازم احط static root في حالة ان dhcp بيوزع علي ال gateway تمام يعني لو dhcp عندي بيوزع ip و subnet mask و gateway و dns فخلاص هو وداني already ال gateway فانا مش محتاجي هنا اروح اعمل static root لكن ده مهم او لازم اعمله زي الحالة بتاعتي دلوقتي ان انا مديله manual ip طيب ده كده الانترفيس خلينا نروح بقى على ال policies انا دلوقتي لو رحت على firewall policies هي بتيجي من policies and objects بعد كده firewall policy بلاقي في حاجة اسمها default policy دي او implicit deny ال policy دي دي جاي by default مع و دي بتعمل deny any يعني اي traffic من اي source لاي destination بتعمله deny تمام طب دي ايه لازمتها دي لازمتها ان حضرتك بتيجي تعمل كل ال policies اللي انت عايزها بتفتح على ال add يعني ايه بتفتح على ال add يعني مثلا انت محتاج ال subnet دي تكلم subnet دي على فورتات معينة او على protocols معينة فبتبدأ تفتحها محتاج subnet دي تخرج انترنت فبتبدأ تفتح له انترنت وهكذا اي حاجة بقى ما بتعملش match في ال policies اللي انت عملتها دي كلها بتيجي تخبط او تهت في الايه في ال implicit deny تمام لان لو مش موجودة هو هيبدأ يبص على ال policies بتاعتك لو عمل match هيعدي ما عملش match هيجي ينزل في الاخر مش هيلاقي في حاجة اسمها implicit deny او مش هتلاقي حاجة تعمله deny فهيعدل traffic فيبقى كل ال policies اللي انت عملتها ولا ليها اي لازم تمام كده ودي بالمناسبة ما ينفعش نعمل لها delete طيب احنا كده اما جينا كنا بنقول على ال policy هنا كنا بنقول ان في حاجة اسمها source والsource ده او destination بتبقى حاجة عبارة عن ip address او user او internet services تمام وعرفنا ان في حاجة اسمها services وscalibon تعالوا نبص على الحاجات دي الاول قبل ما نبدأ في ال policy طيب انا هدأ هنا اروح على addresses دي هلاقي في بعض الحاجات معمولة باي ديفولت مع 40G تمام طيب الحاجات دي انا ممكن ازود عليها يعني انا مثلا دلوقتي عايز اعمل ادرس للوكل لان بتاعتي وعايز اعمل مثلا ادرس لليوزرز عايز اعمل ادرس للسيرفرز وهجازة فانا هبدأ اجي اعمل create new وابدأ اعمل ادرس واسمي الادرس ده اللي انا عايز ودياكم مثلا هسميه local subnet او تسميه الاسم طبعا اللي يفهمك الادرس ده بتاعي الكلر ده ممكن تعمل change الكلر ممكن تختار الكلر لو ده محتاج ويعني بيتبين لما تيجي مثلا تختار الادرس بيبقى بلون مختلف لو هتخلي مثلا كل الحاجات local بلون لو كل الحاجات مثلا السيرفرز مثلا كلها بلون وكذا دي يعني هتساعدك مش عايز تغيرها وتسيبها default مفيش مشكلة طيب الtype في عندي اكتر من type عشان اعمل الادرس في عندي حاجة اسمها subnet ودي ان انا بختار subnet معينة اللي هو ip والmask بتاعه تمام والsubnet دي ممكن تبقى network يعني مثلا عايز اكتب مثلا 30 11 20 1 24 يعني 255 255 255 0 او ممكن اخليها ip ده بس 32 تمام او لو هي class 2 او عندي 16 يبقى بخليها 16 فدي هتقبل معاك سواء subnet كاملة network او ip واحد فقط يعني هو ip ده بس تمام طيب تاني حاجة عندي يسمى ip range والip range دي انت بتكتب من اول ip فلاني لحد ip يعني انت عايز تعمل range مثلا من 30 11 20 30 11 20 2 الى 30 11 20 مثلا 9 ودي عايز تعمل range ده وتبدأ تسميه هنا range معين وتديله policies معينة ودي كانت تاني حاجة طيب بعد كده في عندي حاجة اسمها fully qualified domain name ودي انت ممكن بدل ما تعمل با اي بي تعمل الادرس ده باسم الويب سايت ده مثلا اللي هو fully qualified domain name يعني مثلا انا عايز اعمل policy متعلقة بجوجل دوت كوم مثلا فهروح اكاتب هنا جوجل دوت كوم واسميه هنا مثلا مثلا جوجل underscore address تمام وابدأ ادوس اوكي وتعالوا نبص بره هنا هنلاقيه اتعامل اهو بس هو لسه مش عارف يعمل له resolve فدينا نعمل refresh بدأ يعمل له resolve اهو تمام وبدأ هنا اسمه google.com ولو افتع عليه كده هتلاقيه جابلك resolve to الاي بي بتاعه اهو فانا مش محتاج ان انا ابقى عارف الاي بي بتاع جوجل وكل شوية اغيره مانيوالي لما هم يغيروه لا ده انا ممكن اعمل fully qualified domain name او fqdn بالname وهو كده كده automatic عن طريق الDNS اللي موجود عندنا هنا في السيستم يعني لو رحنا هنا على فاناو في نتورك DNS هتلاقيه هو في عندي DNS بتاعة الفورتي جيت وبالمناسبة انا ممكن اغيره ممكن اعمل وخليه هنا مثلا 8.8.4.4 تعجوجل مثلا او ممكن اخليه بتاع الفورتي جارد سيرفر زعيد فهو بيعرف في resolve اه fully qualified domain name ده ويحوله الاي بي وبيبقى updated automatic لمعايا تمام كده طيب نرجع تاني كده للأدرسيز طيب ده كده fully qualified domain name كان انا مش محتاجه ده او خليه ممكن نحتاجه اه نجرب في الpolicy عليه هبدأ اعمل create address ونبدأ نشوف باية الحاجات في عندي حاجة اسمها geography geography ده اللي هو بتختارها عن طريق البلد يعني مثلا ممكن اختار اه مثلا نختار اي بلد هتلاقيها هنا موجودة فرنسا وهكذا china مثلا يعني جات لنا مثلا وقت من الاوقات كنا محتاجين نقفل على الصين كلها traffic فكد مش هعمل هعملها ازاي فلازم اعمل address هنا china اه او بالجيوغرافية china وابدأ اسميها هنا اسم وابدأ اروح احطها في policy وديني traffic اللي جاي منها تمام طيب هي برضو مش مستخدمة كتير يعني وبعد كده بقى لو انت مثلا حابب تعمل address بال mac address وتكتب mac address بتاعك هنا وتسميه بالاسم وتعمل policies بعد كده بال mac address يعني لو انا عايز احدد جهاز بعينه تمام كده هما اكتر حاجات مستخدمة عموما هي subnet والip range والfully qualified domain name تمام كده وعرفنا كده التلات دي بالنسبة للaddresses طيب خليونا نبص كده على services احنا زي ما اتفقنا ان services دي هي عبارة عن protocols فورتي هي كده كده already عاملة شوية حاجات او شوية services by default منزلة هي لك في البوكس يعني مثلا لو بصينا هنا كده هنلاقي في حاجات all icmp و icmp virgin 6 و http وهنا هتلاقي في يعني ده كده الاسم وده كده في details هتلاقي port number يعني اهو http 80 https 443 تمام طيب وعندك بقى حاجات smb ftp ftp اهو 20 اهو لو نزلنا حاجات الميل اهو عندنا imab وimab s pop 3 pop 3 s smtp smtpf mtps وكل اسم بالport number بتاعه ال dns dhcp فهو معظم الport او الprotocols اللي هي مستخدمة بشكل كبير هتلاقيها موجودة تمام الحاجات بتاعة ال carepress وال ldab حاجات ال radius حاجات ال remote access التانالينج ففي حاجات كتير جدا هي الفورتي عاملاها by default ونزلة معاك هنا انت محتاجها هتبدأ تستخدمها على طول مش هتحتاج ان انت تكريتها من الاول طيب انكز بقى ان في عندك اي او اي محتاجي معين ومش موجود هنا انت ممكن تصيرش على فكرة هنا اهو يعني مثلا هنا dhcp وابدأ ابص هتلاقيه جاب لك dhcp وdhcp طيب لو انا مثلا عايز مثلا بورت اتنين وعشرين لقيت وهو ssh تمام فانكز ان انت بتدور على بورت معين هتعرف تسيرش عليه لو ما لقيتهوش انت ممكن تعمله كريت واتكاستم البورت اللي انت عايزه تمام قبل ما نعمل كريت هو فيه تحت كده خالص هيجا اسمها groups دي بتاعت ايه مثلا هو جاي بال email address ده group وحاطت جواه كل الحاجات اللي انفع تستخدمها او بتحتاجها عشان تأكسز البرتات بتاعت ال email طيب حاجة زي ال web انت مثلا http وhttps وطبعا dns وهكزا ال active directory هتلاقي حاجات ال carepress والdab والsamba والsmb وكل البرتوكولز اللي محتاجين تمام كده طيب خلينا نعمل create new service وابدأ اسمي هنا السيرفوس اللي انا عايزها وهنا احدد دهوة tcp ولا udb وهنا ابدأ اكتب البورت وهنا بالمناسبة نعمل range ports يعني مثلا ممكن مثلا من port 90 لحد port 100 تمام اهو كتبناه كده تمام فده كده range او لو عايز رقم واحد بس خلاص اسيب دي فاضية او اكتب 90 ايا مش هتفرق تمام كده وممكن في نفس الوقت اروح محدد هو نفس الرقم برضو بس udb في نفس الايه السيرفوس بتاعتي تمام فهي دي كده كانت السيرفوس خلينا نبص كده على السكاديول السكاديول ده هلاقي فيه عندي حاجة اسمها always يعني ده مافيش start date مافيش end date لا اهو كل all day يعني في start date او في start time تمام طيب في عندي سكاديول تاني اهو ده معمول من واحدة لحد واحدة ونص تمام طيب انا لو عايز اعمل سكاديول جديد طب هستفيد منه ايه يعني سي مسلا انا عايز اعمل policy للانترنت عندي في الشركة وفي نفس الوقت عايز اخليها تشتغل من تسعة لخمسة لو وقت الشغل لو حد دعب بعد الشغل لا المفروض ما يفتحش انترنت انا مش عايز يفتح انترنت يعني مثلا فتبقى ليها طبعا ايه يعني بعض فعلى حسب السيناريو بتعمل فأنا هنا هعايز اعمل فهسميه ووركينج وممكن طبعا اغير اللون اللي انا عايز تمام و احدد الايام ايام الشغل مثلا كل الايام معادة جمعة وسبت طيب اه الستارت انا عايزه من تسعة الصبح او حتى من تمانية الصبح لحد ستة بي ام تمام لو احنا منخلص خمسة هسيب ساعة كده ايه لو حد متأخر في شغل ولا حاجة غير كده بعد الساعة ستة لا خلاص مش هيستارت هدوس اوكي هيبدأ عندي هنا تبقى دي ساعتها بقى يعني لو جينا هنا على وانا بكريت هلاقي في عندي حاجة اسمها schedule بدل اخليها وابدأ اعمل فهو هيمشي هيبدأ يبص على وال وال وهيبدأ هنا يبص على ويبدأ يبص على اللي موجود على البوكس نفسه دلوقتي يبدأ يشوف هو في نفس ال ده لو اه هيكمل يعمل ويعدي لا مش هو خلاص يبقى مش هيطبق تمام كده طيب دي كده بالنسبة للايه للحاجات اللي موجودة جوه خلينا بقى نمشي او نعمل كريت من الاول كده انا كده الجهاز بتاعي هو مش خارج انترنت ليه لان لو جينا هنا على البوليسي البوليسي الوحيدة اللي موجودة هنا هي اللي هي بتعمل ايه اللي هي بتعمل تمام طيب يعني لو انا جيت دلوقتي عملت على ياهو دوت كوم ولا على اي حاجة مش هتفتح اي حاجة طيب خلينا نعمل عشان اعرف انا اخرج انترنت هاجي هنا كريت النام هسميها مثلا يوزرز تو انترنت يوزرز تو انترنت ممكن اخليها كده ممكن افصل ما بينهم آآ ببين آآ باندرسكور آآ بس بلاشي اعمل لان لو جيت في البوليسي بالسي اللي وهي فيها النام بتاعها ممكن يعمل مشكلة معك آآ طيب آآ incoming interface انا دلوقتي عايز اخرج اليوزرز يخرجوا انترنت طيب اليوزرز جايين من انهي انترفيس من انترفيس اللام اختار اللام طيب ال outgoing interface هم خارجين على الانترنت عن طريق ال win interface اختارت ال win طيب السورس السورس هنا بقى انا ممكن اختار آآ local subnet لو احنا كنا عملناها بس احنا ما عملناش save وبدلناها بجوجل آآ ممكن اختار all دي يعني لو وقفنا عليها كده هتلاقيك اتبالك زيرو دوت زيرو دوت زيرو دوت زيرو سلاش زيرو يعني يعني السورس هنا اي حد يجيلك عن طريق ال incoming انترفيس دي يبقى هو ده السورس بتاعك طيب انا ممكن اعمل من هنا يعني ممكن اعمل اي ودينا على نفس الصفحة اللي كلنا شفناها في بعد كده اختار ان انا عايزة create address وبعد كده اسميه مثلا local subnet وقدي هنا ال subnet بتاعتي ولا ياكن تلاتين حداشر عشرين زيرو سلاش اربعة وعشرين تمام يعني هتأكد كده برضو من ال IP عندي تلاتين حداشر عشرين تمام تمام فانا كده عملت local subnet عندي ادوس وابدأ اختار هنا local subnet او اسيبها اول تمام طيب بعد كده اختار destination هو خارج انترنت تمام فيا اما انا اختار اول عشان يبقى كل الانترنت تمام او اختار مثلا ادرس انا عامله زي جوجل مثلا لو عايز اطبع عليه هو policy بعينه لو جوجل دوت كوم بسوا هنا دلوقتي عمل resolve لثلاثة اي بيز اهو فبيبقى dynamic كل شوية بيبدأ يعمل له update او اختار internet service تمام يعني هنا في السورس كان فيه عندي ثلاثة اختيارات اما address ودي اللي بيبقى فيها subnet او address او ip يعني و user هنعرفه كمان شوية و internet service تمام كsource destination هو فيها addresses او internet services بس مفيش users تمام فهنا هنا ممكن مثلا اختار حاجات ادوبي بس تمام ممكن اختار حاجات ابل بس ودي كده internet services هنبدأ نشوفها هي حاجات برضو با ديفولت هو عملها الواحد هنشوفها كمان شوية او اختار address انا عايز يخرج انترنت كله فهختار all تمام schedule طبعا ممكن اختار بقى الworking hours او always على حسب ما انت عايز services دي اللي احنا شفناها انا عايز ايه بالزبط يعني مثلا عايز ايه مثلا بس ممكن اختار dns اهو وممكن اختار http وhttbs وشكرا على كده تمام او ممكن هو مريحني بدل ما اختار كل واحدة لو جيت هنا services بتاعتي هتلاقي في حانتك حاجة اسمها web access هو هتطلق الprotocols اللي بتحتاجها عشان تعمل web access فانت لو محتاج الناس دي تخرج web access بس ورس web access ممكن بقى تزود معاهم مثلا حاجات لو هتعمل ssh على حاجة اه طيب انت محتاج او icmp كلها او محتاج الping بس فتختار الping بس وهكذا على حسب ما انت عايز طيب احنا دلوقتي هنجرب نخليها اقول طيب بعد ما يماتش الترافيك ده كله بقى يعمل accept ولا deny لا خليه accept بعد كده هنلاقي في حاجة اسمها flow based وproxy based هنعرفها بعد كده وهنعرف برضو يعني ايه netting وهنعرف يعني ايه security profiles ودي هنطول فيها شوية ودي security profiles اللي هي antivirus والweb filter والapplication control والssl inspection وتحت خالص بقى عندي حاجة اسمها logging options في عندي حاجة من اثنين لو عملت enable للlog حاجة تبقى اسمها security event يعني اي حاجة تحصل في الpolicy دي متعلقة بالsecurity profiles هيبتع يعمل لها log طب انا دلوقتي ما اخدناش اصلا security profiles وكلها مقفولة فانا عايز اعمل log للall sessions سواء عمل violation لاي security profile او لا او كان عادي قال له عادي فهخليها all sessions عشان نبدأ نشوف طيب خلينا ندوس اوكي ده كده اتعاملت الpolicy ظاهر عندي هنا الpolicy اهو في عندي user ده الاسم بتاعها وده وده destination وده schedule وهكذا انت ممكن تيجي عند اي حاجة تلاقي في علامة الالم ده ممكن تعمل لها edit يعني ان هنا كنت عايز all اروح اعمل all واعمل apply سواء اللي تحت دي او دي هتلاقيها اتعدلت نرجعها تاني local subnet apply بدل ما تعمل double click عليها او تدوسها على policy وتعمل تماما كده ادخل 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 تاني واجرب ping بدأ يعمل reply حلو او ولو جيت هنا عملت refresh للصفحة هتلاقي بدأ تظهر heads هنا او بدأ يظهر في عندك هنا ومكتوب فيه 59 وبدأ يبقى فيه traffic وسحبت مسلا 443 اعمل refresh تاني لو عملت مثلا ping minus a عشان minus t عشان يفضل يعمل traffic وجيت هنا كلما اعمل refresh هتلاقي الbytes دي بتزيد معي وهكذا طيب هنعمل ctrl c عشان نوقف وتعالوا نجرب كده نفتح اي ويب سايت وليكن مسلا yahoo dot com فتح معانا عادي جد تمام google.com فتح معانا عادي جد تمام فانا خرجت كده انترنت عشان policy اللي انا عملتها وخرجت من خلالها دي طيب انا عايز اشوف ايه اللي حصلت فقدامي حاجة من اتنين يعني انزل تحت خالص كده عندي في حاجة اسمها looks and reports forward traffic هيبدأ يظهر لي كل الموجود عندي او انه وانا من جوه policy نفسها يعني وانا في policies and objects هبدأ اعمل right click على policy وابدأ اعمل show matching logs وده هيجيب لك الlooks اللي خاصة ب policy دي بس يعني دي كده اهو هتلاقي مكتوب بحاجة فوق كده uuid بتاعة policy وكل policy طبعا بيبقى ليها id ما بيتغير تمام وبيجيب لك الحاجات بتاعة policy دي بس لكن لو عملت clear للفلتر ده اهو هتلاقيه موجودة عندك هنا فده هنا بقى بيبدأ يقول لك اهو ده كنت بعمل في حاجات للDNS واسم policy عندك ولو نزلنا تحت شوية هتلاقي فيه اهو كان HTTPS وياهو كنت ببنج عليه وهكذا تمام فده كده اللي logs انا كده عرفت اخرج انترنت طيب لو عايز بقى اقفل حاجات معينة اه يعني انا دلوقتي عايز اخلي الناس كلها تعرف تفتح انترنت بس ما تعرفش تفتح جيميل فقط او سايت بعيده ده هنحتاج ان احنا نعمل policy تانية ودي هنشوف ان شاء الله في الفيديو الجاي عشان ما طودش عليك اتمنى تكونوا استفدتوا شكرا ليكم واشوف كم مرة تانية ان شاء الله في الفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته